حيل جديدة تستخدمها بعض الكتل السياسية من أجل اشتراك القوات الكردية في رسم السياسة الأمنية في كاركوكا حيث ظهرت بعض التداعيات التي بدأت تطفو على سطح المشهد السياسي الذي يمر به البلاد عن عودة قوات بيشمرقا لتفرس سيطرتها على أراضي محافظة كاركوكا الأمر الذي أثار ضجيج أوساط شعبية لكونه مخالفا لقرار مجلس النواب حيث توصلت جهود الجبهة التركمانية عن كشف ضغوط تمارس من قبل بعض الأطراف السياسية والإقليمية والمحلية على بغداد تسعى للموافقة على استحداث قيادة عمليات مشتركة بين القوات الأمنية والبيشمرقا في كاركوكا تحاول إعادة هيكلة قيادة عمليات كاركوكا تحت مسمى قيادة العمليات المشتركة وفي ظل هذه التداعيات صرحت مصادر في رئاسة مجلس الوزراء بعدم وجود مفاوضات بشأن عادة انتشار ببيشمرقا على أراضي المحافظة والمناطق المتنازع عليها وإن القوات الاتحادية هي المكلفة بالملف الأمني ويبدو أن الهدف من هذه التداعيات سعي لدخول الملف الأمني في المحافظة لصالح مكسب انتخابي وبحسب ما أكده مراقبون في الشأن السياسي أن الغاية الأساسية من هذه التداعيات تهدف إلى الضغط قبل الانتخابات لتغيير النتيجة لصالح أحزاب كردية معينة من بغداد سقر مندرة قناة الولاء الفضائية